وبالتزامن مع معارك الميدان وتكتيكاتها دخلت الأمراض الفطرية كعمل مؤثر جديد في صحة المواجهة بعدما قتلت واصبت العشرات من جنود الإسرائيليين مزيدا من التفاصيل مع الزميل رامي شوشاني أعلنت هيئة البثة الإسرائيلية في تقرير حديث مقتل جنديين من أصل ثلاثين أصيبوا بفطريات سامة خلال الحرب على قطاع غزة المجتمرة منذ نحو خمسة أشهر ونهاية العام الماضي كشف إعلام إسرائيلية نقابة لأول مرة عن مقتل جندي إسرائيلي جراء إصابته بفطريات في قطاع غزة وإصابة عشرة جرح أخرين من الجنود بحالة مماثلة قبل الإعلان عن ارتفاع حصيلة الإصابات وقال موقع وينت الإخبارية الإسرائيلي قال وقتها أن الجندي أصيب بجروح خطيرة في أطرافه في ساحة المعركة ومن ثم ظهرت على جسمه فطرية مقاومة للعلاج وبذلك يرتفع عدد قتل الجيش الإسرائيلي بحسب أرقام إسرائيلية رسمية من جراء الفطريات السامة إلى ثلاثة أشخاص عن الأسباب تقول صحيفة يدعو تحرنوت أن منشأ هذه الفطريات قد تكون التربة الملوثة بمياه الصرف الصحي مشيرة إلى أن عددا من الجنود عادوا من ساحة المعركة مصابين بفطرية والكهابات مختلفة التلوث الذي أصاب شوارع القطاع كانت قد حذرت منه بلدية غزة في منتصف ديسمبر الماضي مؤكدة أن مناطق شمال المدينة مهددة بالغرق جراء مياه الصرف الصحي في ظل توقف عمل المضخات جراء نفاذ الوقود المشغل لها الأمر الذي من شأنه أن يسبب كوارث بيئية وصحية كبيرة وتأتي هذه المخاوف في ظل تكدس ألاف المدنيين نازحين في مناطق متفرقة بالقطاع وسط ظروف صحية باتت أكثر خطورة وفتكا مما خلفته الحرب من دمار وقتل اشتركوا في القناة